السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احياكم مولى اصدقائي. وصلنا مع حضراتكم بلقاء اليوم او هو اللقاء الاخير ضمن لقاءاتنا مع برنامج مايكروسوفت وورد. راح نتكلم اليوم على كيفية ادارة المستندات بهذا البرنامج. يلي راح نتعرف عليه اليوم هي موضوع كيفية حفظ الملفات وانواع حفظ الملفات او طرق حفظ الملفات. وتصدير الملفات الى انواع لواحد تاني. وكيفية حماية المستندات. ورح نتعرف على اوامر اتباعه. وكيف اعمل ارشفة الكترونية. لكافة مستنداتي. طبعا هذا الامر هو الخاص في المنظمات وخاص في الاعمال الادارية في البؤسسات بالعموم. فرح ادى عبر الله ان شاء الله. ونتعلم اه هذه الاوامر بتقانتها. وبحيس انه نحن نطمئن على حضراتكم. اذا كان تم افادكم لاي عمل اداري من ضمن هذه الاعمال يكون في عنا شيء اسمه ارشفة الكترونية. عادة عن الارشفة الورقية. يستحب او يرفق الارشفة الكترونية. تمام? افترد كل ملفاتي ومستنداتي صارت بين ايدي على جهاز الكمبيوتر. كيف بدي اتقن عملية الارشفة والوصول السريع لهذه المستندات. فلذلك اه اخر محور في لقاء اليوم هو على درجة عالي جدا في الاهمية. اتمنى تابعوني من اللحظة الاولى الى النهاية وبكل تركيز. فنبدأ مع بعض ان شاء الله. ولنتعلم هذه الاوامر مع اللقاء الاخير في برنامج مايكروسوفت وورد. افترض انه عندي ملف معين قمت بانجاز هذا المستند او هذا الملف وعبقته بالتقارير. هو كان ملخص. هو كان تقيير. هو كان كتاب. ايا يكون الموضوع. انا بعد ما انتهيت من الكتابات. بدي احكي بلوقت اقودة الان. ازا كان الملف للتول لحظة تم انشاؤه. يعني انا فتحت برنامج ونقرت على جديد او مستند فارغ. وبدأت بها الكتابة. فلما انقر على المفتاح ملف او قائمة ملف. فبتشوف انه في عندي امرين. حفظ وحفظ باسم. شو الفرق بيناتهم باللحظات الاولى? رح نقل لك انه سواء انت نقرت على مفتاح الحفظ او الحفظ باسم. لمستند الجديد. يعني انت هذا المسال ستوى انشأته كتبت فيه صفحة واحدة. وبدك تحفظه. هدول اتنين رح يعملوا بمفتاح واحد. يعني رح يعطيك الحفظ باسم. سواء نقرت على الحفظ او حفظ باسم. شو رح يشتغلوا معنا? حفظ باسم. هذا لما يكون مستندي لاول مرة انا احفظه. كلام جميل. طيب. حفظنا المستند وقمنا بستدعاءه مرة تانية وفتحنا المستند وتم التعديل على هذا المستند. لو توجهت الى قائمة ملف وديت بدي اختار اوامر الحفظ. هلا هدول اتنين رح ينشتغلوا معنا بمعزل. الاول رح يقل لي انه رح يتم حفظ التعديلات اللي انا احدثته مؤخرا على هذا المستند بنفس الملف. يعني رح احفظ الاضافات على نفس الملف. اما الحفظ باسم رح يحفظ التعديلات. لكن بملف جديد. فرح احصل بالطريقة على ملفين. ملف محفوظ مسبقا بدون تعديلات. وملف جديد متضمن التعديلات. سواء اخترت الاولى او التاني باين يكن او انا وصلت الى مربع حوار الحفظ باسم. شو ممكن اني انا اشوف ادوات تانية بخيارات الحفظ باسم. يعني اقصد سواء كنت في الملف الجديد. انت رح تشوف الحفظ باسم. او انت اخترت لملف عدلت عليه. وبدك تحفظه بملف جديد. شو ممكن اني اشتغل واصادف بهذه الخيارات. المهم اللي نحن راح نشتغل عليه انه بدي احفظ ملفاتي على كمبيوتري. الان اللي راح نشتغل عليه انه بدي احفظ ملفاتي وين على كمبيوتري. فرح انقر على بروزر او استعراض. لتحديد مكان لحفظ الملفات. فاختار وليكن سطح المكتب. انقر باليمين. انشئ مجلد جديد. لحتى احفظ بداخله عفوا المستندات. وليكن مسلا اه تقارير. تمام? هلانا شو سويت هون? انشأت مجلد. ودخلت الى داخل المجلد. وبدأ احفظ هذا الملف بداخل مجلد. احرص دائما ان تكون الملفات لها اسماء تعبر عن محتوها. بمعنى لا تترك اسم عام. لا تترك اسم عام. طيب شو نسوي هون? راح اجي اختار اسم معبر وليكن تقرير. تمام? اه النادي الشبابي. تمام? احط لها شحطة مسلا واكتب التقرير الشهري. يعني هذا تقرير شهري للنادي الشبابي. هذا الاسم معبر عن فحوة المعلومات او البيانات الموجودة بداخل الملف. راح نزل تحكلمنا شوي. ونشوف هون في عندي شي اسمه نوع الملف. طلع هون شو مكتوب? عندي حفظ كنوع. هذا النوع امر رئيسي انه انا ارتكز عليه. راح اعدد الاهم الانواع بهالمرحلة اللي انت لازم تعرفها. وتحاول انك تركز لي عليها ببعض الشيء لو تكرمتم. الان النوع الافتراضي لو انا اخترت النوع الافتراضي هو هو الواحد اسمه الورد. فمعبر لي عنه بين قوسين ان هذا الملف سيحفظ بتنسيق او امتداد دي او سي اكس. يعني هو راح ينتج لي ملف وورد بيشتغل على برنامج الورد ويحمل اللاحقة الرباعية دي او سي اكس. تمام? انا بشتغل الان على اصدار الفين وتسطعش. اذا هذا التقرير ارسلته الى زميلة الي اصدار الاوفيسي اللي عنده اياه الفين وعشرة. بمعنى انا ارسلت ملف تم انتاجه من اصدار حديث لحتى اشغله على 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 جهاز كمبيوتر اخر بيتضمن بداخله برنامج وورد باصدار قديم. يا هل ترى ممكن ان يحسن يشغلنا اياه? بقل لك لا. هون راح تصير معنا بعض الاشكاليات بالتنسيقات انواع الخطوط. ربما ملف كله ما يشتغل. راح يصير معنا بعض الاشكاليات. فلزلك لحل هذه المشكلة انا شو بجيب اختار? ازا بعرف ملفي يلي راح اشتغله الان او احفظه. ممكن ارسله الى جهاز اخر. والجهاز الاخر ربما يكون اصدار فيه قديم. فمنزل للنوع التاني نتعرف عليه النوع التاني هو سبعة وتسعين الفين وتلاتة. ومنلاحز هون اللاحقة سلاسية. بمعنى الاصدارات القديمة من برامج كانت تنتج ملفات بامتداد او لاحقة سلاسية. من بعد الالفين وعشرة صارت تصدر الملفات بلاحقة الرباعية. يلي هي الدي او سي اكس. الان خلصت هذه الفكرة. ازا انت بتعرف حالك راح ترسل الملف على جهاز من المحتمل اللي يكون فيه الاصدار القديم. حاول تختار الخيار هاد. اللي هو الورد سبعة وتسعين الفين وتلاتة لحتى يشتغل على اصدار قديم بشكل نظامي وما كو فيه اي عرقيل. تمام. اللي حابين نعرفه كمان من ضمن هذه اللواحق هو البي دي اف. يعني قم بتصدير هذا الملف الى عائلة الادوبي اكروبات. عائلة الادوبي هي عبارة عن ملفات الكترونية او برامج لقراءة الملفات الكترونية. كلمة ملف الكتروني هو عبارة عن ملف محمي. ملف محمي. انا بحول مستندي من وورد الى بي دي اف لايش? لحتى احمي من التعديل. بيكون عامل علامة مائية باسمي. حاطب لوقا الخاص بمؤسستي. اه انا كمدرس حاطب الطابع الشخصي الخاص فيني. فما بدي اي حد يكون عنده اه الحرية في التعديل على هذا الملف. ببحوله الى صيد البي دي اف وبرسله الى الطرف الاخر. تمام? ازا انا بحول ملفاتي للبي دي اف لحتى الاصل فيه احمية. فلذلك كل الناس اللي بتبحث عن برامج تحويل البي دي اف الى وورد بصراحة هذه تسمى سرقة. شو تسمى? سرقة. سرقة فكرية. فانا ما بحب ان كنت التفتوا لألم من اللحظة فحبيت ان اوه عليك بملاحظة. دائما حاول تشتغل من بنيات افكارك ومن مجهودك وتعبك. فاللي حول ملفاته الى بي دي اف هو منع منك حق التعديل فما بجوز تجيب اي برنامج وتسمح نفسك بالتعديل على هذه الملفات. على العموم ملفات لبي دي اف تحتاج الى برنامج اخر غير برنامج الورد. يعني انا ازا كان صدرت هذا الملف الى بي دي اف فاحتاج برنامج يسمى الادوبي اكروبات. او الادوبي ريدر من عائلة الاكروبات. تمام? هذا من احد البرامج الخاص بقراءة الملفات الالكترونية. طيب الملف اللي انا انتجته من برنامج الورد وصدرته بي دي اف. ما بيرجع بشتغل معي ع ملف الورد عبرنامج الورد عفوا. نقول لك لا. تم ايكال مهمة تشغيله وادارته لبرنامج الادوبي ريدر. بمعنى تبرق منه برنامج الورد. وبصير غير قادر على التعامل مع هذا الملف او اغلب الملفات حسب نطاق الحماية نحنع تنويها. لكن بالمجمل ملفات البي دي اف لها برامج خاصة بقراءتها. والتعامل معها. ولا يمكن لبرنامج الورد من جديد انه يحسن يعدل على هذه الملف. اه في عندي بصراحة يعني اوامر كتيره ولواحك كتيره ازا حبيت انا انشر المستند على صفحة الويب او انشره على كزا. بهذه المرحلة مو مطلب مننا. غير نعرف تلات صياغ لازم اتعامل معن. هو الصيغة الاولى هو يعني الصيغة الافتراضية اللي بيحولي فيها الملف من اصدار البرنامج الافين تسطاعش. التانية ازا حبيت انا اه احفظ ملفي بالصدارات قبلية. والتالتي احمي مستندي بحيس انه يكون احوله من اه ورد قابل للتعديل الى بدي اف غير قابل للتعديل. هذا يلي حابب انكن تعرفوه. اي طريقة او اي صيغة انت الان اخترتها معنا فيها اي مشكلة. راح ننزل الاسفل شوي هون ابقى نقول له حفظ. يعني انا اخترت المكان واخترت الاسم اخترت النوع. في عندي هون شي اسمه ادوات. لما انقر عليها في عندي في بعض الخيارات. راح انوه فقط على الخيارات العامة. راح انقر عليها. راح اقل لي هون في الخيارات العامة. خيارات تشفير الملف لهذا المستند. ضع كلمة مرور الفتح. وكلمة مرور للتعديل. وافرض وافرض حماية للمستند. هذي الفكرة اللي كنت راح اضطها ضمن المحاور اليوم. فرح اطرق فيها بهذا المكان لحتى نحن ما نرجع مرة تانية. ازا انا بدي احفظ ملفي وبدي احميه. قبل ما انقر على مفتاح الحفظ. ننقر على ادوات ونختار الخيارات العامة. وبضع كلمة مرور للفتح لحتى يفتح الملفي يتطلب كلمة سر. تمام? وخيارات المشاركة لهذا الملف وبفعله الافضلية للقراعة. يمكن لبعض الاشخاص انو يفتحوا هذا الملف لكن غير قادرين على تعديل الملف. الا بكلمة السر. الا بكلمة السر. طيب ازا نحن وضعنا افضلية القراءة وقالنا له حماية المستند. لكن اللي حابب منك تعرفه الان انو في عندك شي اسمه شو اسمه هوني? كلمات مرور. تمام للتعديل للتعديل او للفتح. تمام للتعديل والفتح. وانت شو بتفعل لهون? افضلية يلي معه كلمة السر القراءة رح يقرأ المستند. واللي معه كلمة السر لحتى يعدل بيضع كلمة سر وبيعدل على هذا المستند. بس يلي انتهيت من هذه الاعدادات ننكر على مفتاح الحفز لحفز الملف وتصديره متل ما حكينا. بنرجع على الملف متل ما كان. خلي انا اسكر بتقييد التحرير رح نتكلم عليه في لقاء قادم ان شاء الله. الان موضوع تصدير الملف. فبلاحظ ان انا في قامة ملف في عندي شي اسمه حفز وعندي شي اسمه تصدير. فاما بحفظ ملفاتي من هون او اني اصدر ملفي من هون. طيب انا بالحفز صادفنا النوع البي دي ايف ايضا بالتصدير فيك تنكر علي وتختار انشاء البي دي ايف. انشاء شو مكتوب هوني? انشاء البي دي ايف. تمام? وعندك شي اسمه تغيير نوع الملف فيك تختار من هون تغيير انواع الملفات. وتعمل عمية الحفز بطريقة تانية. سواء بتحفظ ملفاتك من هون او بتحفظ ملفاتك من التصدير. فلزلك انا دمشت مع بعضهم فكرتين متلاسقات. لان هوني نفس المبدأ ونفس الخلاصة يعطيني اياه. وصلنا الان الى شي اسمه موضوع طباعة المستندات. راح اتكلم على عجل على مربع الحوار الخاص بالطباعة. فمن قائمة ملف اختار طباعة او بضغط على مفتاحي الكيبورد كنترول زائد بي. بي جاي من برينت. يعطيني نفس المربع. راح اشرح على عجل الاوامر موجودة بهذا المكان. وهي تتشابه في معظم برامج اوفيس اللي له بعض الخصوصية راح نتكلم عنها ان شاء الله. الان عبي سأني اول شي عن عدد النسخ. انت كم نسخة راح تطبع من هذا المستند. على فكرة هذا المستند عبارة عن ستة وتلاتين صفحة. تمام? ستة وتلاتين صفحة بهذا المستند. عبي يقول لي انت كم نسخة راح تطبع من هذا المستند? قلت له عسبيل المسال انا محتاج اطبع خمس نسخ. عبي لي طيب حدد نوع الطابعة المتصلة بهذا الجهاز. تمام? طيب انا محتاج يكون في عندي طابعات. فاذا كان انا بواصل طابعة يو اس بي او على الواي فاي او ما شابه زلك. انا بحدد نوع الطابعة يلي راح اطبع عليها. تمام? طيب. الان في عندي شي اسمه او العددات. ايش المراب طبعته? انت ايش راح تطبع? راح تطبع كافة الصفحات وهو الخيار الافتراضي. يعني هو اول شي متاح لاله او الامر الافتراضي ان هو يطبع كل الصفحات لهذا المستند. قلت له لا انا بدي اطبع الصفحة الحالية. يعني انا مسلا بدي اطبع الصفحة رقم ستة. فبجي بقال له هون شو? اطبع لي الصفحة الحالية فقط. يعني صفحة واحدة خمس نسخ. صفحة اللي انا فيها رقم خمسة. الستة عفوا. اطبع لي اياه كم نسخة? خمس نسخ. طيب لا انا بدي صفحات مخصصة. يعني من مكان لاخر. يعني انا عندي ستة وثلاثة صفحة بدي اطبع من الصفحة مسلا عشرة الى الصفحة خمسطاعش فقط. من الصفحة عشرة الى الصفحة خمسطاعش فقط. الان لاحز لوضعت المشيرة بهذا المكان لاعطاني وصف يعلمني فيه ويرشدني كيفية التعامل بكتابة او نطاق الصفحات لمراض طباعتهم. سواء كانت مجالات متجابرة او متباعدة كيفية التعبير عنها. عا بيقل لي اكتب ارقام صفحات واو. يعني يعني اما يكون اه هيدي او هي. او اطبع لي الصفحة ثلاثة واربعة وخمسة وستة. فيه فرق بين اللي اطبع لي صفحة خمسة او ستة. تمام? بيكون هنا على معزل عن بعض. او اطبع لي من خمسة الى عشرة. شو بدي اتعلم على هذه المجالات. راح ارجع لها مرة تانية ونشوف. تمام عا بقل لي عسبي المسال اكتب مع الاحتفاظ بكتابة الحرفين. اه باللغة الانجليزية. او بالاسفل حط الشخط للتعبير عن عن المجال المتجاور. والفواصل للتعبير عن المجال المتقطع. يعني انا بدي اطبع من عشرة الى خمسة عش بقل له عشرة نائس خمسة عش. يعني بكتب هيك خلينا امسحها. بكتب عشرة نقطة البداية. وبحط الشحطة هي اللي هي النائس. وبكتب مسلا عشرين. هو شو راح يطبع? راح يطبع من الصفحة عشرة الى الصفحة عشرين. يعني راح يطبع العشرة والاداش والاتناش والتلتعاش للعشرين. حلو الكلام? طيب. انا لو قلت له الان عشرة فاصلة فاصلة اتناش فاصلة خمسة عش فاصلة سبتعاش. هو شو راح يطبع? فقط الصفحات السبتعاش والخمسة عش والاتناش والعشرة. مع تجاهل الصفحة الاداش. مع تجاهل التلتعاش الاربطاعش مع تجاهل الستعاش. تمام? هذه صفحات فرادا. هذا الامر الرئيسي لازم كلية ندركه ونعلمه ونعلمه ونعرفه كيفية التعبير عن المجالات الخاصة بالطباعة. بعد ما احدد الصفحات المرات طباعتهم راح انزل الاسفل وحسب نوع الطبعة. انت راح تطبع وجه واحد على الورقة اللي بدك بالوجه والقفة ينطبع عندك طباع على الوجهين. في طبعات اسمه تطبع على وجهين. او في طبعات عاديات انا مضطر اني اعمل الطباع يدويا. لكن رب ما فعله الخيار. انه انا بدي اطبع على وجهين. لحتى الطبعة لما تنتهي من طباعة الوجه الاول. اغير اتجاه الورق. يعني انا اقلب الورق. وقال له استئناف لحتى يطبع على وجه التاني على الطرف الاخر من الاوراق. تمام? طيب. لكن البرنامج هون لازم يعرف انت حاب تطبع على صفحة واحدة. على وجه واحد ولا على وجهين. الان ترتيب الصفحات. هذا الامر رئيسي جدا للمسندات الضخمة. قال لي فيها اكتر من صفحة. وحابب اني انا اطبع منها اكتر من نسخة. فبلجأ الى الترتيب. بمعنى ازا كان في عندي مستند. مثل هذا المستند ستة و تلاتين صفحة. وابدي اطبع منه خمس نسخ. فبقال له دارتب لي الصفحات. بمعنى اطبع واحد اتنين تلاتي اربعة لستة و تلاتين خلصوا كلياتهم. ثم اطبع النسخة التانية من واحد ستة و تلاتين. ثم اطبع النسخة التالتة من واحد ستة و تلاتين. وانت رايح تمام? هزا اسمه الترتيب. طيب ازا قالت له لا بلى ترتيب نسخة نسخة. فهو رح يطبع خمس نسخ للصفحة رقم واحد. ثم خمس نسخ للصفحة رقم اتنين. بالطريقة هاي انا مضطر اني انا ارتب الاوراق يدويا بعد الطباعة. وهذه في اعباء اضافية علي. فانا بعطي اوامر ترتيب النسخ لمين? للطابعة. وبقال له راتب لي الصفحات. تمام? تمام. ازا حبيت اني اغير اتجاه الطباعة فيني اغيره من هون? وازا حبيت اختار نوع الورق المربط طباعة علينا راح اختاره من هون. وليكن هو مسلا على سبيل المسال هذا موضوع الهوامش حكينا عليها ازا حبيت انت تضبط انواع الهوامش عادية مسلا او تختار هوامش ضيقة فاشوف عم التعدل معي الهوامش قبل الطباعة فيك تعمل هذا التخصيص ايضا وفي اعداد للصفحة بشكل الكامل فيك تشتغل عليه. تمام? اعداد الصفحة بشكل كامل. بحيس انه تختار الورق والاتجاه. واختار النوع اللي ورق راح اشتغل عليه. وتخطيط الورق. تمام? وفي شعالات متقدمة طبعا راح نتكلم عليها. ان شاء الله كما هارة اضافية اعطيكم اياها في نهاية لقاءنا معكم ان شاء الله. تمام? طيب. الامر الاخير اللي بيهمني. انه انت محتاج تطبع كم ورقة بالصفحة الواحدة. كم ورقة بالصفحة الواحدة. ابتداءا هو راح يطبع اللي بكل صفحة تنطبع صفحة موجودة هون. يعني هاي الصفحة راح تنطبع وين? على صفحة طبعية. طب انا بدي صفحتين جنب بعضهم يكونوا على ورقة مطبوعة. فشو باختار هون? صفحتين لكل ورقة. فهدول التنتين راح ينطبعوا وين? راح ينطبعوا على صفحة وحدة. تمام? وفيني اختار اربع صفحات ست صفحات لعندي ستة عشر صفحة فيك اني انا ازغر واعمل ملاءمة. بحيس يطبع اللي ستة عشر صفحة من هذا المستند على ورقة واحدة. لكن راح تصغر. هاي اه باعتمدوها في بعض الاساليب في تصغير المناهج والراتيتات وما شابه زلك. اعازنا الله واياكم وبعدنا عن هذه الامور. تمام? هاي اسمها تصغير المستند. تصغير المستند والملاءمة بغرض الطباعة. بحجم صفحة او صفحتين او اربعة او ستة او تمانية او ستة عش. بس اضغط على مفتاح الطباعة لتبدأ بارسال المهمة للطباعة وطباعة او بتشتغل الطبعة. وبتشتغل معي طباعة هذا المستند. طيب راح نسكر الان. وراح ارجع سطح المكتب يا اصدقاء وانشئ مجلد جديد. انا كنت انشأت مجلد اسمه اختقارير. تمام? طيب. بهذا المجلد الان. افترض انه انا انشأت ملف معين. لاحظة. انا هون عبا احكي الان فكرة يعني ادارية بصراحة او هي دمج التكنولوجيا بالادارة. انشأت مستند ورد سميته تقرير اه واحد. تمام? وانشأت هون تقرير اتنين. شو ما كان يكون مسميه التقارير? انا ماني معني فيها. الان تقرير مسلا اسبوعي. وعندي تقرير شهري. افترض ان هذه ملفات يعني ملياني بيانات. افترض. تقرير شهري. حلو الكلام? وعندي شي اسمه تقرير مسلا مالي. وعندي ايضا هون شي اسمه بيانات المستفادين. وعندي شي اسمه هون الخطة الشهرية. وعندي ملخص اعمالي في الادارة اللي انا شاغلة. وشا يعني اعمالي بشتغل عليها. فعندي حزن ملفات. الان هل يكفي انه انا دول ملفات كلهم موجودين ضمن مجلد واحد? قال لا هذا امر لا يكفي. انت تحتاج العمل فهرسي الكترونية بحيس توصل الملف اللي بالدكية. لانه نحن بالاعمال بيكون في عنا عشرات وعشرات وعشرات الملفات. فلازم نخصص اه ملف خاص للوصول لأي ملف انا بديها. تمام? طيب. راح نتعلم على كيفية تاليم. راح اشتغل على مستند جديد. ورح نسميه هون مسلا ادارة ملفات المنظمة. مثال. هيك نسميه ادارة ملفات المنظمة. ورح اشغل هذا الملف. الان راح نضيف ادراج مسلا. طبعا هون راح نتضاف عنوين وعندي حدود وعندي تلسيقات اضافية. ما لي بكل هالامور. انا بدي اعمل بس تتعلم كيفية الوصول الى بدي اعمل ارتباط بين الملفات. بحيس تكون هذه الصبحة وهذا المستند هو الواجهة. هو الواجهة الرئيسية لحتى يوصلني الى كل اعمالي المترابطة مع هذا المشروع. يعني انا لو دورت على سبيل يعني انا بدي ملف معين. لو جيت بحست عن هذا ملف بالقراءة السريعة هيك. وازا كان الحجم صغير شوي يعني مسلا. فانا ما راح ما راح اصور عليه. يعني حجم الشوي الصغير. تمام? ما بقى لك ازا عندك هادول ملفات وعندك عشرات الملفات غيرهم. فالوصول لهذه ملفات بيكون شو? فيه تقييد وفيه صعوبة. وفيه احتمال ضياري اي ملف كان. المهم راح نجيب مجلد. تمام? اعفوا ادراء جدول. وراح نضيف فيه عدد من الصفوف. اه يكفي عمودين عفوا. عمودين. يعني بس اني عمل تمثيل فقط لغير. تمام? راح نوسعها شوي. طيب. راح اكتب هون العنوان الاول. الملف الاول هون شو عنوانه? عندي هون اه الخطة الشهرية. فبجي لهون وبكتب الخطة. عفوا الخطة الشهرية. تمام. تحكي منه كمان شو فيه عندي? فيه عندي هون بيانات المستفادين. طيب راح نشتغل هون نكتب بيانات المستفادين. وعندي كمان ايضا تقرير شهري. وعندي تقرير اسبوعي. تمام? وما شو بقي عنا كمان? هدول بيكفونا حاليا. تقرير مالي. تمام? نضيف تقرير مالي. تمام? ونحن نضيف نحن كل اسماء الملفات بهذا المكان. كل اسماء ملفات. تمام? وانت بتعمل مسلا لكل شهر بتعمل جدول جديد فيه اسماء الملفات. على العموم هاي هاي الاسمي اللي هون انت فيك تنسقها بالطريقة اللي بتناسبك. تمام? هاي التخطيط نعمل محاسة لمنتصف. ونكبر حجم الخط شوي. وبنختار مسلا بلد. واجي اعمل لهم كمان تعبئة بحيس يكون الامر فيه الجمالية. واختار لون خط مناسب. تمام? طيب. وعمل تزيينات اللي بديها اللي انا محتاجة. باجي على الخطة الشهرية لهون. وبروح الى ادراج ورح انقل له اعطيني عنصر. عنصر. شو رح نختار? ادراج عنصر. تمام. ورح اقل له انا هذا العنصر بدي اعمله انشاء من ملف. انشاء من ملف. وانقر على استعراض. تمام? لحتى شو بقى الملفات وين? رح ارجع على سطح المكتب. ومندور على مجلد الجديد الخاص بالتقارير. تمام? انا بس اتذكر مع بعض هون. شو كنا عم نحكي هون? خلنا الغاء الامر نسيتها. سامحوني. الخطة الشهرية. تمام? برجع الاستعراض. وبرجع على سطح المكتب. تمام? وبرجع على التقارير. وهذه الخطة الشهرية. وانا هذا هو ملف الخاص بالخطة الشهرية. اعمل ديبلي كليك عليم. فرح يتم الدراج لهون. رح اعمل له هون شو ارتباط بالملف وعرض كايقونة هدول تنتبه فعلا. انه اعرض لي كايقونة وارتباط بالملف. يعني ازا كان تعدل ملف هناك يتعدل معي هوني. وبحس نفتح الملف من هذا المكان. ورح نقول له شو موافق. الملف الان وين نزل عندي الخطة الشهرية يا اصدقاء? نزل عندي بالجدول. انا كان سئلت عن الخطة الشهرية لشهر معين. ما في داعي اروح لزحمة الملفات وادور عليه. لا. خلص انت روح الى الملف اللي عبتقود في كل هذه العمليات. وبتروح الى الشهر المطلوب. وبتروح الى البند المطلوب. وبتمقر مرتين على اسم الملف. بيكون اشتغل معك ملف الخطة الشهرية. متل ما انا شايفين. هذه فيه وصول سريع وادارة رائع جدا لكل ملفاتنا. ادارة زكية وبناءة في دمج التكنولوجيا في الادارة. لا يقفي انه نحن نتعلم كيفية انشاء الملفات. لازم نتعلم ادارة الملفات. هذه تسمى الارشفة الالكترونية. نفس المبدأ بتروح انت بتضيف البيانات المستفادين على العموم. فيك تضيف بفيك يعني تعمل ارتباط مع ملفات صوتية وملفات صورية ملفات فيديوهية. فيك تربط كل شيء الالكترونية. فيك تضيف كل شيء من هون يعني على سبيل المسال بالتقرير الشهري راح اضيف تقرير. تقرير بدي اف. انشاء من ملفه نقول له استعراض. سطح المكتب كان في عندي ملفات. يعني ولا يكون هذا تقرير. قلت له انشاء وعرض قلنا له موافق. تمام? طيب. الان طلب مني عرض التقرير الشهري. فبجي بنقل مرتين عليه. راح يستدعيل ايام. ويشغل لي التقرير الشهري. هذا هو التقرير الشهري لكم. هذا هو اسم التقرير الشهري. حل الكلام. فانا من داخل برنامج شغلت برنامج او استعراض ملف في اشتغل مرامج نفس المبدأ بحسن بضيف از عندي اجتماع معين سجل بالصوت. بحسن بعمل ارتباط لمقطع الصوتي. نفس المبدأ بحسن بربط ملف اكسل. وبحسن بربط ملف فيديو. بحسن بعمل ادارة كابلة لكل ملفاتي ضمن برنامج اصدقائي برنامج الورد من اروع وامتع البرامج. لمن يستطيع وضع خطة ديناميكية وفعالة مع احياء الروح مع هذه البرنامج واستقطاب هذه الامكانيات وتوزيفها بالشكل الصحيح. وصلنا مع حضراتكم بلقاء اه درس اليوم. ونهاية عملنا مع برنامج مايكروسوفت وورد وان شاء الله طبعا اه هذه المرحلة هي المرحلة التأهيلية التأسيسية فقط. يعني نحن ما عاطينا الشيء المتميز. اما البرنامج شد ما حكينا واستفدنا بالشروحات حوله لا ننصفه بخدماته اللي بقدم لنا اياها. مع ذلك راح هقدم سلسل شروحات اضافية ان شاء الله. واقدم لحضراتكم عن رفع الامكانيات والمهارات في استخدام برنامج مايكروسوفت وورد. والقاكم على خير ان شاء الله مع آآ مقدمة لبرنامج الباوربوينت وانطلاقة في البرنامج رديف لادارة المستلدات عبر برنامج الورد. مع برنامج انشاء العروض التقديمية. والسلام عليكم ورحمة الله والبركات.